في وقت من الوقات بتحس انك انت ضائع. حاسس باحساس الضائع ده في حياتك كلها. كل حاجة حولك بتبقى متل اهبطة شوية. وهو ده موضوع صورتنا النهار ده. شعور بنعبر عنه في صورة. هقولك كل تفاصيل الصورة وكل حاجة عن موضوعنا النهار ده. ولكن قبل ما نبدأ موضوعنا. بيت بس اقولك ان علاج الموضوع ده هو انك تقرب من ربنا حتى لو انت مش متعود عالموضوع ده. اقرب من ربنا التدريج. لحد ما توصل لدرجة الايمان اللي تريحك وفعلا انت لو توكلت على الله ان هو اقوى من كل شيء فانت خلاصت. لما معك خانق كل شيء واقوى من كل شيء خلاص انت كده ما بقاش عندك مشاكل. واي حاجة قدامك هو عيحلانك تنمى انت بتعمل اللي عليك ومقرب من ربنا. السلام عليكم. اهلا بكم في حلقة جديدة وعوضاء جديدة. النهار ده معنا ان شعور بنعبر عنه في صورة. سياريت قبل ما نمتق تعمل لايك وكومنت على الميديو ده. وكمان تتابعني سواء كنت على الفيس بوك او على اليوتيوب. ويلا نبدأ مع وضعك. في الاول هتختار اي مكان فاضي عندك في الميت مسلا. تكون خلاصية فيه فيها حاجات كدير. صور مسلا كتب اي حاجة. المهم ما تكونش خلفية سادة مسلا. ياريت بقى لو انت مسلا النور ليناك مسلا منور بشكل كويس مسلا. او مسلا عندك اضاءات بادوان مختلفة او عكس. يعني بالشكل اللي يريحك. او حتى لو الاضاءة عادية مش مهم. يعني باللون الابيض يعني اذا ازل. المهم هتوعد في المكان ده مسلا هتتصور فيه تعمل اي شكل يريحك. او استمسك حاجة تبص فيها. او استبص للكمرة. او استبص في اي اتجاه برحت. هنا الموضوع مفتوح شوية ومعرن. الصورة مش صعبة فالس. وبعد خلاص ما تتصور الصورة. على الخمسين اللي انت اخترتها. وبالشكل اللي يريحك. بنبتدي نروح عند تطبيق بيكس ارت. ومن التطبيق ده. مجرد ما بفتح الصورة بتاعتي بروح على الادوات. ومن الادوات هنا ببتدي ان انا اختار اداة الجروب او القص. ووسل الصورة بتاعتي هنا بشكل مريح بالنسبة لك. توسل الحاجات اللي ملهاش لازمة في الصورة بتاعتك. زيادات من فوق او تحت او هكذا. خلاص قصية الصورة بتاعتك. معدد بقى على الصورة بتاعتنا من اداة في الادوات اسمها. من الاداة دي بقدر ان انا بمجرد ما بدوس عليها لها اعدادات. زي مثلا حجمها والقوة بتاعتها. فانا مثلا هزود القوة بتاعتها على حد اربعين مثلا. وابتدي ان انا استخدمها بقى ازاي كل النعاني ان انا باجي عند اي جزء الصورة. وحركوا بشكل دائري. بشكل دائري كده. الاحز ان الشكل بتاعي او الجزء اللي انا عملت عليه. بيبتدي ان هو ينف مع بعضه. بيبتدي ان هو ينف في جوة بعضه كده بشكل اه الموجة او بشكل موجي او بشكل دائري يعني. حركوا على كل الاجزاء اللي بره الجسم بتاعك. على كل الاجزاء اللي بره الجسم بتاعك هبونها تيم. طيب انت دلوقتي عملتها وبالصدفة اه نقيت ان ايدك او واسلا انت عملت التأثير ده على جزء من جسمك. ازاي نعدل الجزء ده. من اخر بقى اداة فالس. هتبتدي انك انت تدوس عنيها. وبمجرد ما تمسح على الجزء اللي باي زي ما انت عاوز تعدله. يرجع زي ما هو بالزبط. خلاص بقى تعمل على كل الاجزاء اللي بره جسمك زي ما اتفقنا. وتفض دلوقتي بتاعك. لان الموضوع هيدول معاك واسلا ديئتين تلاتة او هكزا. تبتدي تروح عند اف اكس او تأثيرات. فالضبط ان انا استخدم التأثير ده. من جسم اف اكس. بتديت ان انا اختار الفنم ده. هو رقم اثنين. وابتدي ان انا ازبط الاعدادات بتاعتي. زي مسلا انفيد او جود تأثير على الصورة بتاعتي. او مسلا انت ليري ان انا مش عاوز يكون عالي قوي واناكن موجود برضو. فخمليه بالنسبة بسيطة. وكمان هزود النويز بشكل اكبر شوية. بحيس ان هو يخلي الصورة بتاعتي. يديها حتى ان هي تكون مهزوزة شوية. او بت توصل الاحساس اللي انا اعاوزه. خطوة اللي بعد كده. يعني فكرت ليه ما خشش مسلا على اداة الاستيفر. وابتدي اكتب مسلا موضوع الصورة بتاعتي. وحس ان ما قابل عبارات كتيرة وده اللي انا كنت اعاوزه. بتأثيرات وكمان مميزة. اخترت العبارة المناسبة بالنسباني. وابتديت اضيفها في المساحة المناسبة في الصورة. ودي على حسب اختيارك انت. وعلى حسب عينك انت عاوزة تحدي العبارة دي فين? او حتى لو انت عادي اكتبها من اداة اللص او التج وبكده تكون الصورة بتاعتنا خلصة. تحفظ عامدك والصورة بتاعتك تطوين كاملت. اقولت ان انا عبر عن الشعور ده بفكرة بسيط. فقيمل الصورة دي في التعليقات وقول لي رأيك ما كان وانا هتكبل. اتمنى ان انا اكون مفيدك. ما تنساش انك انت عشان تحل كل مشاكل حياتك. انك انت تقرب بين ربنا وتتوكل على الله. بس كده. انا احيل جافع. ما تنساش بقى اللايك والمتابع والكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة